السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخيل إذا شهد عليك هاتفك يوم القيامة فيترى ماذا سيقول وبما ستجيب تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم والله ثم والله الأمر في غاية الخطورة فالهاتف أدا في أيدينا بهذا الهاتف بفضل الله سبحانه وتعالى نقدر نتحصل على مليارات المليارات من الحسنات كل يوم أي ورب الكعبة وفي نفس الوقت ممكن يكون الهاتف ده سبب دخول النار عيازا بالله على سبيل المثال لو الواحد نشر على السوشيال ميديا من خلال الهاتف مثلا أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم ففي أذكار الصباح على سبيل المثال كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة وفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر يعني اللي يقول سبحان الله وبحمدي مئة مرة كل يوم تتغفر ذنوبه ولو كانت بالمليارات زبد البحر هو لو حضرتك أو حضرتك وقفين على شاطئ البحر فالموجة العالية وهي جاية لما بتجي ترجع مرة تانية على البحر بتعمل رغاوي بيضاء بالمليارات فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو قلت سبحان الله وبحمدي مئة مرة تتغفر ذنوبكم ولو كانت بالمليارات بعدد زبد البحر اتخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو نشرتم أذكار الصباح ومن بينها هذا الحديث أو هذا الذكر تمام فقاله مئة إنسان فاتغفر لكل واحد مليارات السيئات واتغفر لحضرتك والحضرتك برضو مليارات السيئات معهم سبحان الله طيب أنا ما عنديش مليارات سيئات أنا عندي مثلا مثلا لو واحد يقول مثلا ده أنا عندي مثلا مئة ألف سيئة يعني ما عنديش مليارات السيئات تمام يعني هيتغفر لإيه آه ييتغفر اللي عندك والباقي تمام تنقلب إلى حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى ورفع الدرجات في الجنة يعني شيء عظيم جدا حاجة لا تخطر على قلب بشر كل ده من خلال هذه الأداة من خلال الهاتف تمام لو ذكرنا ووصينا الناس كل ليلة بقراءة سورة الملك طبارك الذي بيدي الملك فكل من يقرأها بفضل الله من مات في تلك الليلة ينجو من عذاب القبر فيكون هذا الخير لك وله وهذه السورة سبب في دخول الجنة كما ورد في الحديثة الصحيح أيضا سبحان الله كذلك مثلا لو نشرنا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فكل من يعمل بها في ميزان حسناته وميزان حسنات من نشر هذا الخير بل ممكن حضرتك أو حضرتك تنشروا حاجة فيقوم مثلا ألف واحد نشرين نفس الحاجة فكل المليارات أو كل الملايين الذين يصل إليهم هذا البوست أو هذا المقطع من الفيديو أو هذا المقطع الصوتي بفضل الله يكون في ميزان حسناتكم فالهاتف ده إما أن يكون سببا لدخول مش هقول الجنة لدخول أعلى درجات الجنة إن شاء الله بسبب الخير اللي بننشره من خلاله وممكن يكون سبب دخول النار بسبب الشر الذي ينشر من خلال ذلك الهاتف فالإنسان لابد أنه يصدق مع نفسه يعني في الهاتف ده إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمة فالإنسان يصدق مع نفسه ويشوف أحواله بقى ويراجع نفسه يطرى بننشر خير ولا بننشر شر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة فإن كنت أو كنت ممن تنشرون الخير ولا تشاهدون على ذلك الهاتف إلا الخير وتأخذون بأيدي الناس إلى طاعة الله فأبشروا بكل خير فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والبزار بسند صحيح قال أدال على الخير كفاعلي زي بالضبط بفضل الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجر من تبعوه دون أن ينقس ذلك من أجورهم شيئا وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أبشروا بكل خير وإن كنت أو كنت ممن يشاهدون على الهاتف ما يغضب الله وتنشرون من خلال الهاتف الفساد والإفساد وتدلون الناس على الشر فأدركوا أنفسكم من الآن وتوبوا إلى الله فلن تتحملوا عاقبة ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرناه الذي رواه أحمد والبصدر بسند صحيح الدال على الخير كفاعلي ده منطوك الحديث ومفهوم الحديث والدال على الشر أيضا كفاعلي واضح كده وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة بل تأملوا معي لهذه المفاجأة العجيبة كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء في ناس من أمة النبع للسلام يجوم القيامة بحسنات أد الجبال شوف المفاجأة بقى فيجعلها بالفاء التعقيب والسرعة فيجعلها الله هباء منثورا أي كأن لم تكن ففزع الصحابة كما فزعنا نحن قالوا مسلمون يا رسول الله قال بلى مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل يتخيلوا بيصلوا قيام الليل لكن عندهم مشكلة ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يعني يوم يصلى ركعتين كما ليل ولكن أبلها أو بعدها أيازا بالله يشاهد مشاهد إباحية يتفرج على أشياء يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى يفعل أشياء تغضب ربنا سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله يستحي من أعين العباد ولا يستحي من عين الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن الله عز وجل مطالع عليه سبحانه وتعالى وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وإذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى السر هو ما تضمنه في نفسك واللي أخفى هو الشيء اللي لسه ما فكرناش فيه فالله يعلم إن حضرتك أو حضرتك في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا في ساعة كذا في لحظة كذا هتفكر في الموضوع الفلاني الله يعلم ذلك مسبقا فالله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى لتطلع على قلوبنا ويعلم ما في صدورنا كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فعشان كذا لازم الإنسان يتقل الله سبحانه وتعالى الهاتف في إيدين حضرتك وفي إيدين حضرتك نبتق ربنا في هذا الجهاز بالجهاز ده ممكن نخش الجنة وبالجهاز ده ممكن يكون العكس عفان الله وإياكم أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم خشة الله في السر والعلانية وأني أجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته